طبعا الحديث عن AI في EOS في مؤتمر EOS مع ناس بتوع EOS وناس بيونيرز بتوع EOS حاجة EOS خالص صحيح صحيح قول اه AI خالص احنا عندنا الموضوع بتاعنا مش حاجة جديدة احنا ابتدينا من 150 سنة كنت موجودة من 150 سنة من 150 سنة كان اول منظار بيتعمل كان منظار بتاع الساحر ده اللي هو بيدخل زي السيف كده يقول لك ان ده اول منظار اتعمل تننا نتطور نتطور بعد 100 سنة حصل الخطوة اللي بعد كده اللي كان اول Fibro Optic احنا كنا بعاد عن ده طبعا لا احنا كنا قريبين جدا كنا عندنا برضو Our Fibro Optic Endoscopy بس Egyptian Fibro Optic بعد كده ابتدى يبقى الفيديو سكوب بعد كده يبتدى فيه في نفس الفترة بارة للي كان الالتراساوند الالتراساوند ابتدى يظهر برضو من فترة طويلة جدا قال لك لغاية ما وصلنا للمرحلة دي قال لك احنا عايزين نجمع الاثنين مع بعض في EUS كان اول EUS اتعمل اول فكرة اتعملت في التمانينات ودي كانت فكرة عظيمة جدا قال لك كان عايزة شوف بعيني وشوف ما بعد الجدار ما خلف الجدار اقدر اشوفه واقدر اوصله دي حاجة عظيمة جدا خلف جدار الجاسترو انتستاينال تراكت المهم تطور ال EUS مع الزمن ابتدى بالرديل وبعد كده الدينيار ابتدى يبقى يقولك طب انا شايف اهو قدامي فاقدر اوصل لما بعد الجدار اقدر اجيبه بايدي قال لك دي حاجة عظيمة على مدار السنين كل شوية حاجة تظهر حاجة تظهر حاجة تظهر اقول لك من الاخر اقول اه اقول لك من الاخر اخر حاجة قال لك قال لك والله تقدر تاخد تقدر تدي 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 ايه قال لك اقدر احقن حاجة اخد بايوبسي وهو ده اخر كلام if you can see you can drain you can anastomose ايه اللي انت شايفه في الحقيقة على مدار السنين ال EOS the real hero في ايه قال لك in detection of pancreatic diseases تقريبا كلها lymph nodes disease تقريبا كلها اللي في الرؤية بتاعته صابة بيثيليا ليجين ميديا ستاينا ليجين عنده القدر انه هو يدتكت ده وده حاجة عظيمة جدا جدا ولكن قال لك انا اقدر اديتكت احسن من حاجات تانية في البانكرياس هو جاي من بيتهم عشان يشخص البانكرياتيك ديزيز طب ايه في البانكرياتيك ديزيز قال لك كل الليجين وخصوصا اللي small size ايه ده small size افضل قال لك افضل من الاخرين قال لك ان ال EOS هو الافضل في detection of the lesion in less than two centimeter better than ct و mri حلو جدا طب ايه المشكلة قال لك ما زالت هناك مشكلة فضلة اللي انا بقدر اشوف الليجين بس ايه هو الله اعلم قال لك ان اقدر اشخص only من 40% ل60% طب والباقي قال لك ما بعرفش ساعات بشخص غلط بقول ده احتمال كذا ويطلح كذا تاني قال لك طب ما هو لازم قال لك لا انا عايز اوصل لمرحلة ما بعد ذلك قال لك طب ازاي اقدر اوصل لمرحلة افضل من just detection وما اللي انت عايز ايه عايز diagnosis قال لك والله انا زودت حاجة اسمها الالاستوجرافي زودت حاجة اسمها ال contrast enhanced انا بحاول ادي clue فحسن ال diagnosis up to 80% من قبل كده كان 60% جاست اللي انا زودت الحاجات دي قال لك طب ما انا خش واخد biopsy قال لك ده حاجة عظيمة جدا انا لو قدرت اوصل لبيopsy بزود ال diagnosis up to 90% ولكن ما زال هناك complication زي bleeding risk of seeding proteinial seeding بالذات البانكريا تايتز زي ما كنا قلنا في الفاتي بانكرياس انا ما اقدرش اخش بابرة في الفاتي بانكرياس لو دخلت يبقى انا بعرض العين لي تقريبا حاجة و90% احتمال بانكريا تايتز فطبعا ده مشكلة كبيرة قال لك طب ايه الحل قال لك انا عايز امبروذ ال accuracy of diagnosis اشخص من غير مهار العين قال لك without invasive maneuver قال لك طب ايه الحل قال لك انا لو استخدمت ال AI في الموضوع ده هضيف كتير في الحقيقة قال لك يعني ال AI هيزود لي ايه قال لك هي detect lesion قال لك طب ما عادي طب ما انا بديتكت lesion قال لك لا ده كمان ممكن يdiagnose يقول لي lesion ده نوعه ايه وهنا الكلام اللي احنا جايين نتكلم عليه قال لك يعني الراجل اللطيف ده هيختفي ويجي مكانه ال AI ينفع ينفعش قال لك ده ده جاي يدلع الدكتور او يساعده علشان يقدر يعمل proper accurate diagnosis ال AI في الحقيقة مش حاجة جديدة ال AI من سنة 56 وابتدى يتكلم عنه جون مكرثي اول واحد يتكلم عن الموضوع ده وحط التيرمي بتاعه قال لك والله احنا هنعمل حاجة اسمه AI ال AI يتطور 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 ولكن التطور الحقيقي اللي حصل في اخر ديكيد ايش معنى قال لك استنى بقى عندي ال data base كبير قوي بقدر احتفظ ب data base كبير قوي ال processing بتاع المعلومات بقى سريع جدا فقدر اجيب المعلومة بسرع جدا فعندي data كتير واجيب المعلومة في لمح البصر فقدر اديك نتيجة سريعة ده ما كانش موجود قبل كتب حطوا تعريفات كتير قوي ال artificial intelligence ادق واثهل تعريف قال لك ال AI The mathematical prediction technique that automate learning and recognize better in data كلام صعب قال لك ايه انواعه قال لك فيه ال week وده اللي احنا بيستخدمه الطب كله بيستخدمه AI يعني ال week AI اللي انا focus or narrow task اللي انا بركز على حاجة واحدة ال colonoscopy ال lab ده اسمه narrow AI الاكتر او الاوسع شوية strong AI او generalized AI ده any problem ده زي human being بالضبط فيه اللي لسه جاي وده هتبقى خطر جدا اللي هو super intelligent ده بي self improve بي upgrade himself او itself بقى بي upgrade himself في كل معلومة بياخدها بيزود عليها وبيستع علم من الاخطاء ويوصل more superior than human وساعتها هو ده اللي ممكن يحل محلنا فعلا لو حصل ده طيب ايه انواع التاني ال AI ال AI هي حاجة كبيرة اوي فيه جزء منها كبير اسمه machine learning يعني ايه machine learning قالك والله انا بدخل ال data بالجوريثم معين وباخد output باخد result بدخل ال data قالك والله اللي انا بعمل a computer application that recognized the pattern in a large amount of data training data similar to human behavior قالك اللي اعلى منه اللي هو deep learning ده نوع او subtype من المachine learning طب يزود ايه قالك انا بديله data على هيئة مادة فيلمية videos voice ثور ثور واقدر اديله large number of data وباخد منه او اضبط اللي هو ده deep learning وهو ده اللي احنا بنستخدمه في medicine يعني اللي احنا بنستخدمه في medicine narrow but deep learning الفرق ببساطة جدا وده من الحاجات اللي دايما بتختلف عند ناس كتير قوي ايه الفرق بين machine learning وال deep learning deep learning المachine learning اللي انا بدخل وبدخل feature extraction بنفسي على هيئة ودخلها في logarithmic وباخد منها data في الاخر يعني وصف السيارة بوصفه بنفسي بدخله ووقت ما بيشوف الشكل ده بالبرامتر دي بقول اني دي تزا كار بينما في deep learning انا بدخل صور او فيديوهات ليه الكار وبعد كده لما يشوف ماشية اللي هي دي السيارة نفس فكرة اللي انا بوصف في deep learning اللي انا بوصف اللي ايه ال dog او ال cat و ال deep learning انا بديله صور variable لل dog and cat كل ده بيخش في حاجة اسمها neural network هي دي الفكرة بتاعت ال deep learning neural network زي بالظبط ال human brain اللي انا بدخل ده في التراك العصبي بتاعنا علشان اقدر اخذ هنا هو قال لك والله انا عارف الشكل ده لاني شفته كتير عارف ال person ده بيرسون ده بيرسون وهنا فيه هتشوفوا دلوقتي حاجة هتقف عندها احنا ما شوفناش ده ولكن هو شافه ده جاست اللي هو high detection rate نفس الفكرة انا عندي دلوقتي بوليب ممكن اكون انا مش شايف البوليب دي ولكن هو شافه زي ما كنتش مش شايف في البيرسون ده هو قدر يدتكت فعلشان كده انا بقدر اقولك ان ال deep learning هو استخدام الفيديوز hundreds او thousands او مليون لو انا اقدر اعمل مليون فيديوز او مليون بقدر ادتكت بيها لو شفت الشكل ده قبل كده الاي او اس مشكلته طول عمره انهو محتاجة learning curve عالي جدا يعني قطوا مية وخمسين حالة منهم نصهم تقريبا intervention find needle aspiration او بيوبسي to be beard about اي او اس او اللي انا اقدر ابقى satisfied اللي انا اقدر اشتغل اي او اس الحاجة التانية اللي انا في الاول ببقى insufficient experience انا محتاج حد يساعدني يقول لي ان ده كذا وده كذا الحاجة التانية اللي انا بعد ما اوصل لمرحلة كبيرة وبيعندي a higher flow of work ببقى ببحث عندي عشر حالات في اليوم على الحالة الخامسة ببتدي اتعب محتاج يأسس فقالك ياهو احنا نقدر نستخدمه في التريننج ومع large number of patient اول حاجة استخدموها فيها ان هو كتريننج كايدز فور تريننج يعني ايه قالك والله هو بالظبط زي نافيجاتور يقدر يساعدني في الحركة بتاعة المنظار يعني مثلا هنا هو بيقول لي ان ده بروفايد اللي انا مدخله الداتا هو عارف مكان الاندوسكوب فين وبيقول لي انا في الحتة دي بشوف ال cbd في المنطقة دي بورتالفين يبقى تحت cbd في الحتة دي يبقى ده ما فيهوش في له يبقى هو ده cbd بعد كده ابتدى يخش تاني في البالب ابتدى يقول لي اه cbd هنا بتبقى بعد كده في المرحلة اللي بعد كده قالك والله هنا اه دي بتبقى انترا بانكرياتيك فيبقى هي دي cbd ما فيهاش فلو ما فيهاش كذا بيتمثل فيها البرامتر بتاعة cbd يبقى دي هي دي cbd هو ساعتها بيشاور لي ويقول لي اني دي cbd يبقى اول حاجة النافيجيشن تاني حاجة الديتكشن في بانكرياتيك كانسر طب ما احنا بنعرف بانكرياتيك كانسر ونقدر نديتكت جاست اللي احنا شفناه قالك ايه رأيك في الشكل ده الشكل ده هل هو فوك البانكرياتيك كانسر ولا بانكرياتيك كانسر ولا اويتو اوبيون بانكرياتيك ولا نيرو اندكراينال تيومور محدش يقدر يحلف يقول لك اوه والله هي حاجة منهم ممكن تكون موستلي كازا بس تقدر تحلف عليها في الغالب لا قالك طب انا هعمل حاجة لطيفة جدا انا هديلك السور دي بمراحلها واشكالها المختلفة يعني هعملها بإلاستوجرافي هعملها بدوبلر هعملها بكونترست انهانسد واشوف الباترن بتاع كل دول كل واحدة ليها باتر هو كرونيك بانكرياتيتس زي الكنسر بانكرياتس في كل دول لا ممكن يبقى في الجرياند هويت جرياند بلاك وهويت اللي هو الصورة العادية بتاعتنا اللي هو جري سكيل ممكن نتلخبط بس لما بنجمع الصور دي مع بعض معاداتة كتيرة يقدر يقارن ما بين كل باترن وباترن يعني جا عندنا الاستوغرافي بشكل معين البلاتفلو موجود هنا عكس ده ده بقى مور هارد هنا بقت البلاتفلو عالية فدي تبقى نيورو اندوكرايند طب بص ركز مع دي لما تبقى كده بقت مور هارد ومفيش بلاتفلو دي تبقى ماشية مع البنكرياتيك داكت أدينو كارسينومة هو عرف منين لان انا اديت له آلاف الصور لكل الباترن دي قبل كده وهو ابتدى يفرق ما بين الانواع المختلفة هو بيعمل الامج بروسيسنج وبعد كده بيديني الداتا فانا بدخل الامج بالصور المختلفة هو بيدخلها في نيورال نتورك ويديني الاوتبوت قص على ذلك كل الليجن بانكرياتيك سيست ايه نوحها دي اه يقولك ادي الباترن بتاعها كذا حجمها كذا شكلها كذا فيها سيبتيشن فيها ميورال نيديول يقولي في الغالب دي كذا في البانكرياتيك تيومر طبعا زي ما قلنا يقدر يفرقلي الماليجنانسي انتراداكتال بابيرلر اللي احنا بنقعد نقول هو اه الداتا دي الشكل ده بيقولي انه دي مور وز ماليجنانس اي بي ام اين هنا هو بيقدر يعرفها بسبب الهيستوري اللي هو عنده او الداتا اللي عنده كذلك الهيباتيك ماس وقص على ذلك بقية الليجن الجديد بقى يمكن اللي ظهر في اخر فترة برضو اللي هو الفاين نيدل او التشو اكوزيشن التشو اكوزيشن بالنسبة للاي اي اي ابتدى يمبروف الاكيروسي والاكيروسي ابتدى يحددلي يساعد الاندوسكوبيس يقولك اه انت خش الدبس كذا بالنيدل الفلانية هتقدر تجين البيتر ريزلت اخر حاجة قالك انه هو ممكن يعمل البيثولوجيكا الامج دياجنوزيس ويقدر يستغنى بيه عن الروز والموز قالك والله ده حاجة لطيفة جدا الا انا بقول ان لا انت خدت دي دي ما كانتش اكريت خد واحدة تانية اللي هو الروز نفس الفكرة بتاعته طبعا برضو في الكونفوكال اندو ميكروسكوبي نفس الفكرة الفيوتشر والله هو فيه ثري الاولاني اللي هو يدتكت طب ما احنا بندتكت قالك ممكن يساعد في كتابة الريبورت انه هو بيشوف معاك وانت بتجايد ممكن يبقى نافيجيتور انه هو يقولك احنا فين وفي الحتة دي نقدر نشوف ايه وديه مهم قوي في الترينيج اللي احنا ايه من جليه الدياجنوستيك مو دالتي اللي هو يدستينجوش مبين الليجينز وبعضها وخصوصا اللي احنا ما بنقدرش نعرفها من بعضها بالعين المجرد السوبرهيومان اللي هو يقدر بقى يقولي ده الهدف بقى اللي يقولي ده محتاج انترفينشن بالشكل الفلاني والبروجنوزيس بتاعه كذا البري اوبراتيف بتاعه هيبقى كذا البوست اوبراتيف هيبقى فانت احسن مو دالتي هي هو الانترفينشن بالطريقة الفلانية الليميتيشن طبعا فيه تو لميتيشن كبار قوي أول إليميتيشن إن أنا ما عنديش الدياتا اللي تقدر تغطيلي الدياجنوزيز ده. ليه؟ قالك لأن إحنا الحالات مهما كانت فهي حالات قليلة. عكس الفيديو اللي إحنا شفناه كان ملايين صور للبشر. فسهل قوي إنه هو يدي تيكت أبيرسون ده بني آدم ماشي. فتقس على ذلك إنت لو محتاج صور محتاج صور كتيرة جداً. محتاج فيديوهات كتيرة محتاج داتا كتيرة جداً علشان تقدر تساعدك في الدياجنوزيز. ثاني حاجة إنه هو بيديك الدياجنوزيز من غير ما يقول لك هو ليه على أنيبيز بلاك بوكس يعني إيه؟ يقول إنه دي أدينو كارسينومة طب إيه مسوغاتك للكلام ده إيه التفسير ما يقدرش يقول لك. فهي دي المطوع اللي إحنا عندنا إحنا جايين نقول كلمتين بصات خالص إن الإي آي هو في الحقيقة أعتقد إنه هو هيبقة لدور أكبر في الفيوتشر وخصوصاً في الإنطرفينشان إيه إيو إيه إيه إيو إيه إيه إكيد هيبقى في الفترة الجاية لدور كبير جداً جداً إنه يحدد لنا الموضاليتي of management will best choice as regard الإنسرومنت اللي إحنا بنستخدمها. شكراً جزيلاً المحاضرة دي موجودة على ما يوتيوب تشانيل Egyptian Academy for Gastroenterology. شكراً جزيلاً والسلام عليكم.